أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرا لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في برنامجكم روح الحياة سيطلع علينا هلال المحرم ويبدأ العام الجديد العام الخامس والأربعون من القرن الرابع عشر لهجري يعني ألف واربعمائة وخمسة واربعين طبعا التاريخ الهجري هو التاريخ الفرد الذي كنا نسجل به وقائعنا هو تاريخ الأمة المسلمة وهذا يدل على قوة الانتماء وقوة الولاء نسجل به الوقائع ونثبت به الأحداث ونرتب عليه شؤوننا حتى زحمه التاريخ الميلادي الفرنجي وبدأ يزحزحه عن مكانته وما زال به حتى جعله تاريخا ثانويا وهذا حال المسلمين اليوم يعني قليل من يتذكر التاريخ الهجري وجعلت الهجرة وما يتصل بها يعني أحفالا شكلية يحتجد الناس فيها بأسادهم ثم ينصرفون عنها وقد نسيت الهجرة ونسي صاحبها ونسي تاريخها ونسي الدروسها وما يترتب عليها وما توحي به من عبر وما تنضح به من ذكريات وأحداث والحقيقة الواقع اليوم أن الصراع بين الغزو الثقافي صريبيا كان أو صهيونيا أو وثنيا اشتد على الإسلام وعلى تراث الإسلام خلال هذا القرن ولسيما في السنين الأخيرة القرن الرابع عشر ويتسم هذا القرن هو قرن الأحزان قرن المذلة والهزائم المخزية والوقاع التي ألحقت بالإسلام وبأمته عارا بعد عار ونكبة بعد نكبة ولذلك أقول هذا العام الجديد يعني لابد أن نستقبله بمعاني جديدة فيها نوع من التفاؤل الواعي والمنظم والرؤية الصحيحة لحقيقة الصراع وأيضا لحقيقة وجودنا في هذه الحياة وحقيقة حمدنا هذه الرسالة يعني مرور سنة على الإنسان وحده شيء خطير بل مرور يوم واحد يعني شيء خطير أيضا ولقد كان مما يروى عن الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم من ينشق فجره إلا ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة فإذا كان مرور يوم له بهذه الأهمية فكيف بمرور عام طبعا طبيعة الإنسان أنه ينسى والنسيان لعل النسيان بعض ما يقيم الحياة الإنسانية يعني النسيان يجعلنا نحسن البقاء على ظهر الأرض يعني الإنسان لو استصحب كل آلام نزلت به وكل نكبة أقضت مضجعه لعاش حزينا مسهدا بل كره الحياة وكره العيش وعندما أقسم أبو خراش الهذري يذكر آلامه ويذكر قتيله وأنه يطلب ثأرة قال فوالله ما أنسى قتيلا رزعته بجانب قوسي والله ما أنسى قتيلا رزعته بجانب قوسي ما مشيت على الأرض بلى إن تعفو الكلوم وإنما بلى إنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي يعني الإنسان يشتغل بالقريب وكلما ضرب الزمان بلياليه وأيامه على الحوادث واندملت هذه الجروح والمعالب تمحي وإنشغل الإنسان بحاضره لكن هل ما ينساه الإنسان ينساه الله كلا الأفراد والجماعات والشعوب تفعل ما تفعل وتترك ما تترك ثم تواجه بما فعلت وبما تركت كما قال سبحانه وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ما يمحو الله من كتب الحفظ إلا ما تمحوه التوبة إذا تاب الإنسان إذا تاب الإنسان توبة صادقة ما بينه وبين ربه فإنما سجلته الحفظ يمحي وكأنما يولد الإنسان من جديد ونحن نواجه عاما جديدا نحب أن نستقبل هذا العام الهجري وقد فكرنا في صفحة جديدة وقد فكرنا أن خطة مستقبلنا على النحو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويعز جانبنا الأوروبيون يصنعون في كل منتصف أول يناير حركة تمثيلية احتفالات الكريسمس في شهر آخر ديسمبر ويناير فيديروا في حركة تمثيلية يطفئون فيها الأنوار ثم يضئون شموع علامة الفصل بين عام مضى وعام بقي والحقيقة أن الأوروبيين عبدوا الحاضر وقدسوا التراب وآمنوا بالطين وكفروا بالروح ونسوا الله سبحانه وتعالى إطفاء الأنوار ما يقيمونها في هذه التمثيلية في احتفالاتهم وفي أيامهم لا يعني إلا انتهاز المتع الحرام واستغلال الأوقات في معصية الله وللأسف بعض المسلمين يحتفلون معهم ليتلذذوا بما حرم الله المسلم يقدر قيمة حياته ويقدر الوقت بالنسبة له المسلمون سواء كانوا أفرادا أو جماعات يعني يجب أن يعلموا أن الوقت يعني سلاح ينبغي أن يستغلوه لمصلحتهم وإلا ذبحوا إذا مرت السنون على المسلمين وهم على هذا النحو من الغفلة التي ترين عليهم فإنهم سيذبحون ومر الزمن لن يكون لنا بل سيكون علينا لذلك ألفت النظر إلى السنة الجديدة المقبلة العام الهجري وللتاريخ الجديد ألفت النظر إلى طبائع النفوس وطبائع المجتمع وسنن الله في كونه بسم الله من طبائع النفوس أننا نحن المسلمين ننسى النسيان هذا بسرعة بينما غيرنا يذكر مع أن الله سبحانه يعني جعل الليل والنهار وبيّن أنه جعلهما يتعاقبان ليختبر الذاكرة من الناس ويختبر الشاكرة من الجاحد وقال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة تنشر معنا يعني يخلف أحدهم الآخر وقصة الحياة يريد الله أن يبين في خواتيمها من الذي ذكر ومن الذي نسي ومن الذي شكر ومن الذي كفر ولذلك الناس إذا تتبعت أحوالهم تجدهم يعني تجدهم على نوعين الناس نوعين نوع من الناس يعيش لنفسه يعني ما يفكرش إلا في الروحة يعيش لنفسه ومتعه وجسده وكتر خير يعني إذا امتدت حياته الجسدية في أولاده فهو يعيش لنفسه ولأسرته ويكفيه هذا ما يفكر في أفق أبعد ولا غاية أشرف ولا أهداف نبيلة في الحياة يدب يأكل ويشرب ويرجد وبعد ذلك يموت ليش عايش موش عارف إنه أشبه يعني بحيوان مهذب رزق العقد فهو يسخر عقله فهو يسخر عقله في خدمة مآربه وذلك جعل مآربه هي الهدف في الحياة طيب وفي نوع ثاني لا يعيشون لأنفسهم على هذا النحو المشيين المشوه التافة بل يعيشون لمرضات ربهم ويوم يعيشون لربهم فإن الله سبحان ربهم يكفل لهم مصالح أنفسهم بل وأجدى مما لو سخرهم عقولهم وعزماتهم في خدمة أنفسهم هناك ناس يعني يقارنون بين دينهم يوازنوا ديني صلاتي زكاتي حج جهاد أمر معروف نهي على المنكر إغماض البصر عن عورة مفضوحة أو سوءة مكشوفة يفكر يوازن وكل مرئ لا بد أن يوازن لأنه يوميا يواجه اختبار نحن يوميا الإنسان أمام اختبارات طيب هذا الاختبار يقول له أتعيش لشهوتك القريبة ويومك الحاضر تعيش لدنياك العاجلة أم تعيش لربك ولغدك التي مقبل عليه ولشرف نفسك ولزكاة روحك ونبل مستقبلك كل إنسان يوميا يوازن وبعض الناس يعني على عجل يطرحوا نداء الحق والنداء النبيل والقيم ويصم أذنه عنه ويستمع إلى نداء العاجل القريب فيعيش لحياته فالله جل وشأنه بيّن المسلمين أن من أراد أن يعيش لنفسه وحدها يعيش لنفسه وحدها أو لأسرته وحدها أو لأولاده ومنزله فقط يعني يدور حول مصالحه الشخصية ومعاشه فقط لكن هذا ربما يعيش لكن يعيش بعيدا عن رعاية الله وعن توفيق الله وقبول الله ورضاه بل سيعيش وقد باء بغصف الفسق قل عياذ بالله كما قال سبحانه في آخر سورة المجادلة قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها سورة التوبة قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه الآية الرابعة والعشرون من الصورة التوبة إذا أقرأها وشفت ماذا قال أهل العلم فيها أنت لما يكون بقاؤك في بيتك أحظى لديك من جهادك لربك من أسرة دينه يوم يكون حرصك على مصلحتك أقرب إلى ضميرك من حرصك على دينك يوم أن تكون منظومة الحلال والحرام قد ضربت ولا تبالي في الحصول على مرامك وأهدافك دون وضعها في ميزان الحلال والحرام هنا الآية تقول لك خسرت الدنيا والآخرة ولذلك المسلمون لما كانوا في مكة كانوا يحيون لدينهم ويحيون لربهم فإنهم لم يطل بهم التفكير عندما طلب منهم ربهم أنهم إذا أرادوا أن يخدموا الإسلام أتركوا مكة أتركوا هذا الوطن الحبيب اذهبوا إلى بلد ليس لكم بها مصلحة ولا تجارة ولا دنيا وهناك أسس الوطن الذي يحيى فيه الإسلام وينتعش به كأنه يقول لهم يعني أربضوا مصلحتكم الخاصة بمصلحة الإسلام الكبرى ولذلك كان هذا العرض كان نتيجة هذا العرض أن جمهرة من المسلمين في مكة غلقت بيوتها وتركت مصالحها وهاجرت إلى المدينة تريد أن تعيش لله وأن تعيش بالدين لأنه رأس المال وأن لا تفضل مصلحتها الخاصة على مطالب الإسلام هذا اختبار يعرض على الأمم وعلى الأفراد في كل يوم وهو يعرض على المسلمين باستمرار عندما عرض على المسلمين جاء العرض في أيام يعني شديدوا في أيام وعدهم الله بالنصر لكن كيف سيكون النصر لا يعرفون جاءهم في أيام من حق قادة الإسلام أن يتساءلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف بالهجرة وعمره 53 عاما يعني وكان نبيا على رأس الأربعين وبدأ يدعو إلى الله ويشرح الحق ويحارب الوثنية ويمحو ما حوته الجاهلية من خرافات ويصبر ويجاهد ويكابد وكان القرآن ينزل عليه في مكة يطمئنه يطمئنه أن المستقبل له وأن عاقبة الصراع مع الوثنية لا بد أن يكون انتصار التوحيد والقرآن ينزل عليه سمع في سورة الصفات التي نزلت بمكة سمع قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وسمع في سورة الروم وهي نزلت أيضا بمكة ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وسمع أيضا في سورة غافر وهي نزلت عليه في مكة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا كله خلال ثلاثة عشر عاما لكن ماذا حصل في نهاية الثلاثة عشر عاما سبحان الله يرى نفسه مضطرا أن يهاجر بلين مختفيا هو وصاحبه من أعين المطاردين الذين ملكوا ظهر الأرض وأيضا رصدوا هؤلاء المطاردون رصدوا الجوائز المغرية لمن يجيء بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا ما هذا أي ختام لجهاد بعد ثلاثة عشرة سنة ثم يقول له أخرج من بلدك سبحان الله لا هو يريد بيّن له القرآن أن حبل الجهاد طويل ومراحله موصولة ببعضها والأمور والأمور لا تجري وفق تقدير المجاهدين لا إنها تجري وفق تقدير الله وحده عندما استعجل نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا وقيل له نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين لما استعجلوا يعني الأمور بيد الله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يعني أنا بموصدك إن الأمور تجري لا وفق ما تريد إنما وفق ما تريد المشيئة العليا أن تعريك الانضباط والالتزام في غزوة أحد وبعد هزيمتها وفي أعقاب هزيمتها المرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون سبحان الله هنا نجد أن منطق الجهاد ومنطق المجاهد والمكافحة الذي يؤدي ما عليه تاركا لله جل شأنه أن يقط المستقبل الدعوة كما شاء وأن يبت في مستقبل دينه بما يجب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفذ أمر الهجرة ونفذ خطة الهجرة تنفيذا دقيقا ولو تتبعت حركة الهجرة لما وضح موضع التنفيذ نلمح أمرين مهمين عظيمين الأمر الأول في الهجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرغ الجهد البشري في إحكام الخطة ما ترك للصدفة ثقب إبراء أحكم الخطة تماما يعني المدينة المنورة شمال مكة فالمسافر إليها يأخذ طريق الشمال فهو عليه الصلاة والسلام كي يضلل طريق المطاردين اتخذ طريق الجنوب يعني أنت لما تطلع بالمكة ذهب للمدينة تذهب شمالا هو عليه الصلاة والسلام ذهب جنوبا شوف الأخذ بالأسباب الأمر أيضا طريق طويل 400 كيلو وهو إمام المتوكلين لكن مفحل قانون السببية الأمر يحتاج إلى رواح القوية جاء براحلتين قويتين أعلفهما وأراحهما حتى تستطيعا تحمل متاعب الطريق وبعثاء السفر الطريق يحتاج إلى خريت وخبير ودليل يعرف الطريق يعرف الطريق الممهدة والمسارب والشعاب والأودية بل يعرف الطريق الجانبية التي يمكن أن تسلك ليفر ويمكن الفرار من المطاردين والخبير بالطريق رجل مشرك استعان به ولا حرس ثم هو عليه الصلاة والسلام ما أحس غضاضة في أن يحسب كم ستسأت يحدث للغيظ لقريش وتحاول عثور عليه ويحدث لنوع من التشنج لم يلتفذ يعني حوالي ثلاثة أيام يختفي في الغار عليه الصلاة والسلام طيب لما اختفى في الغار يريد أن يعرف الأخبار عليك أن نقول لك هو أحكم الخطة وأخذ بالأسباب كيف يدرك وهو في جو في الغار ما تتجه إليه قريش في مخططاتها وأحواله ومتابعته متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هنا التجأ إلى راعي عن طريق راعي لأبي بكر يأتي له بالأخبار وبعض الأغذية كانت تأتي بها أسماء ذات النطاقين ورعي الغنم كان محيا للأثار لا يترك أثرا للقافلة وعرافا بالطريق ويعرف إن اختبى المطاردون الكبار كل ما يمكن من جهد بشري فعله عليه الصلاة والسلام مش قال يلا نحن الطريقين متوكي على الله الله أكبر وربي ينصرنا لا لا قانون السببية احترام قانون السببية هذا هو منطق الإسلام منطق الإسلام احترام الأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب واجب والتوكل اعتماد القلب وركونة إلى الله سبحانه وتعالى فترك الأسباب معصية والثقة في الأسباب والاعتماد عليها شرك الثقة في الله والاعتماد على الله وهو الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب وهذا واضح حتى في القصص القرآني يوسف عليه السلام لما قال لحكومة مصر لما عاش في مصر أن تدخل الحبوب وقال في الحب ذروه في سنبله لماذا؟ لماذا قال لهم ذروه في سنبله يوسف عليه السلام حتى لا يستطيع السوس أن ينان منه هذا قانون السببية لابد من احترامي ولابد من رعايته وقال لنبيه عز وجل قال للنبيه في الصلاة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم صلاة الخوف إذن الأمة لابد أن تكون مستعدة حتى في أثناء الصلاة ومع حرص الإسلام على قانون السببية وتنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم له بدقة للأسف لا نعرف أمة استهانت بقانون السببية مثل هذه الأمة كأنها غير متسبة للإسلام بل خرجت على قانون السببية وعابثت بمقدماته ونتاجه تشوفوا فيها ويزعمون أن التوكل على الله أن كل شيء يمشي بطريق الفوضى مستحيل التوكل على الله هو أخذ بقانون وتنظيم وترتيب ولذلك بديهي النجنية المر من هذا الجهل فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا أحكم الخطة وما أحكام الخطة ترى شيئا من لطائف الله سبحان الله ونسائم رحمته وهذه دائما يجيء من لطائف الله ونسائم رحمته يجيء للمجاهدين وهم في مراحل الجهاد والدعوة ليهوين عليهم الصعاب ويملأ قلوبهم بالأمل يعني مثلا في قصة يوسف يوسف عليه السلام وهو غلام عندما اختطفه إخوته فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه إلى يوسف أي ألهمنا يوسف وهو ولد أن هؤلاء الإخوة سوف يجيؤون يوما ما متى لا يدري يوسف سوف يجيؤون إليك فيوبخهم على هذا الذي صنعوه معهم جاء وقر في قلبه هذا الأمل وهذا هذا الإلهام من الله وفعلا تحقق الوعد الإلهي بعد عشرات السنين والله وجاء إخوة يوسف وهم جياع يقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون سبحان الله إخوة يوسف على كثرة عددهم يعني ما كنش على درجة من النباهة والفطانة ولأمر ما كان يعقوب متعلق بيوسف عليه السلام لأن يوسف كان ذكيا نقيا أما هؤلاء فيهم نوع أصفار وإن كانوا أساما كبارا فلما قال لهم يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي أخيرا عرفوا مع أنهم جاءوا إليه مرة ومرتين لكن لبساطتهم ما عرفوه وتحقق وعد يوسف بعد عشرات السنين هذا الأمل واللطائف والنسمات والرحمات لكن عندما يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى أن المستقبل له فاطمأن هذا الذي أيضا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن أنه منصور وأنه مؤيد وأنه بعد ثلاثة سنة يؤمره الله سبحانه وتعالى بالخروج من مكة لكن تنفيذا لهذا الأمر وأحكاما للخطة كانت نسماته والرحمات والأمل يتدفق في قلبه ينزل عليه القرآن في طريقه من مكة إلى المدينة وبوارق الأمل تلمع أمام عينيه وبصيرته عليه الصلاة والسلام يقول علماء التفسير نزل بين مكة والمدينة في الهجرة قول الله تعالى علماء التفسير قالوا نزل فيه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهو خارج من مكة وكأي من قرية نزل عليه قول الله تعالى في سورة محمد آية 13 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ونزل عليه قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سورة القصص الآية الخامسة والثمانون إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك وهو ذاهب من مكة إلى المدينة أن الله ما خذ له وأن مرحلة الجهاد الجديدة هي طريق النصر وأن منعطفا كبيرا سوف يحدث في هذه الأمة وهو الهجرة وفعلا كان طريقا للنصر ولذلك كان تعبير القرآن عن الهجرة أنها نصر إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا لا أريد أن أسترسل في الحديث عن قصص الهجرة يعني طالما استمتعتم وسمعتم قصص الهجرة لكن أريد أن ألفد النظر إلى أمرين الأمر الأول أن نترك الوطن من أجل العقيدة عقيدة دافعة أو من أجل غاية نبيلة يراد تحقيقها أمر حدث في القرن الأخير حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم وحدث حتى في القرون المتأخرة لكن بين هجرة المسلمين الأولين وهجرة اليهود بدوافع دينية خالصة اليهود هاجروا من أسقاع الأرض بدوافع دينية تركوا البلاد التي يعيشون فيها كي يقيموا زعما منهم مملكة الله أو دولة إسرائيل في الأرض المقدسة على أنقاذ فلسطين المسلمة هذه الحركة كلها دينية لأن الدافع الديني مهم اليهودي الروسي احتقر اللغة الروسية واحتقر النظام الروسي والتربة الروسية وقرر أن يدعى روسيا إلى فلسطين كي يقيم مملكة إسرائيل هجرة واحتقر اليهودي الأمريكي الأرض الأمريكية والمصالح الأمريكية وقرر أن يدعى اللغة الإنجليزية وأن يحترم اللغة العبرية وانضم اليهودي الأمريكي إلى اليهودي الروسي إلى اليهودي من اليمن إلى اليهودي من المصر وانضم هؤلاء باسم الدين اليهودي وباسم التوراة وباسم اللغة العبرية وتحت علم إسرائيل كان هذا التجمع الديني أو كانت الهجرة هاجر ثلاثة ملايين من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا إلى أرض فلسطين هذه هجرة باسم الدين لكن الفارق بين الهجرة الحديثة والهجرة الإسلامية الأولى فارق كبير أول الفوارق أن المسلمين الذين هاجروا كانوا دعاة لله دعاة لتوحيد الله وإصلاح للأرض كانوا مصلحين للأرض كانوا يبلغون ويعلمون الدنيا أن الله رب العالمين لا شريك له وأن الناس يجب أن يسلموا وجوههم إليه وأن يحيوا على ظهر الأرض وفق الخطة التي رسمها الله لعباده فأنزل كتابه وبعث رسوله فالهجرة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب مثل عليا لا نظير لها في الأولين والآخرين أما الذين جاءوا إلى أرض إسرائيل إلى أرض فلسطين لبناء إسرائيل فصلتهم بالله مغشوشة ومزيفة والدوافع التي جاءوا بها وإن كانت دينية إلا أن ما فيها من باطل أضعاف ما فيها من حق وما يكتلفها من ظلم ليست معه شائبة عدل هذه واحدة الفارق الثاني أن الذين خرجوا من مكة لم يكن لهم على ظهر الأرض نظير ولم يكن لهم الذين خرجوا من مكة لم يكن لهم أيضا على ظهر الأرض نصير ولا معين كانت الدنيا تضيق بهم كان أهل الملل والنحل يكرهونهم لأن توحيد الله على النحو الزكي الراقي الذي شرحه القرآن لم يكن معروفا إلا في الكتب المقدسة المتداولة يوم ذاك ثم حرفت هذه الكتب فلم يكن معروفا في كتب المقدسة ولا في تطبيقات الأمم التي تتبع الديانات الأرضية ولا حتى السماوية كان الناس كما يقول رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلما جاء الإسلام غاضبة الدنيا من أولئك المسلمين فكان المسلمون يخرجونهم على وصف نبيهم صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالمتوكل كانوا متوكلين على الله ليست هناك يد تحميهم إلا يد الله ولا كنف يأوون إليه إلا كنف الله ولا ظهير يلتمسون العزة عنده إلا الله أما اليهود لما جاءوا من أسقع الأرض خرجوا من هذه الأراضي الكثيرة التي تركوها إلى فلسطين والانتداب البريطاني على فلسطين كان يمهد الطريق لهم في وعد بلفور والإسطول البريطاني يعني في بحار العالم يحميهم والدول الكبرى تحميهم إلى يومنا هذا فالفارق كبير بين الهجرتين أنا ذكرت أن هناك شبها ما لأن الدافع الديني عند أولئك اليهود لكن شتان بين الهجرتين وبين الدينين دين مزيف ومشوه ولذلك يا إخوة من لعب الاستعمار بالأمة الإسلامية أنه خلق على تراب الأرض الإسلامية العملاء المحليين هؤلاء زهدوا المسلمين في دينهم وزهدوا في تقاليدهم وزهدوا في تراثهم وزهدوا في تاريقهم بل يقول أولئك الناس العملاء المحليين يقولون للمسلمين دعوا الإسلام فإن المسيحيين تركوا المسيحية وإن اليهود تركوا اليهودية وإن الوثنيين تركوا الوثنية وإن العالم ترك أديانه كلها فاتركوا أيها المسلمون دينكم هكذا يقول بعض المستغربين والذين لهم حضور في الإعلام وقوة والحقيقة المرة أن في السنين الأخيرة بالذات من هذا القرن الذي نعيش فيه ونحن نستفتح عاما هجريا جديدا نقول بكل قوة ونكذب كل مدعي زنيم نقول له إن هذا العصر هو العصر الذهبي لليهودية والمسيحية والوثنية وأن الناس عادوا وإن الناس عادوا إلى أديانهم يتشبثون بها ولو كانت محرفة ويقاتلون من أجلها أنظر ما يفعله اليهود وأنظر ما يفعله النصارى والمسيح المسيحيين كدول وجيوشها متشرة وتفقير الأمة وأنظر ما يفعله الهنود في الهند من تهديم للهوية الإسلامية والمساجد والقتل ولذلك الكلام الذي يقوله أولئك الأثاكون للمسلمين هذه دعاية دعاية مكذوبة أخذ ثمنها إما بالنقود الأمريكية أو الروسية أو الأوروبية أو الشهوات المبذولة لهؤلاء العملاء والمقصود هو الإجهاز على الإسلام وعلى تاريخه لا يبقى له وسم ولا إسم والعياذ بالله ولذلك يجب أن نستيقظ ونبدأ عامنا الجديد بيقظى بحقيقة الصراع وقبل أن ألهي الحلقة أحب أن أذكر أن يستطيع الإنسان اليوم أن يدرك ثواب الهجرة كيف تدرك ثواب الهجرة؟ لما تتدبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج العبادة في الهرج كهجرة معي أو العبادة في الهرج كهجرة إلي يعني كأنك تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج يعني أيش يعني عندما تكثر الفتن تكثر الفتن وتشيع الجهالة وتنتشر الآثام وتتغلب الرذيلة ويجد عندها حضوض ويتصدر اصحاء التافغون اصحاء الرذائل ويصبح العفاف مستغربا لغلبة التهتك والسقوط والتسفل ويصبح الحفاظ على الصلاة والدين مستغربا لان اضاعة الصلاة يعني تقليد وعرف عام عند اولئك ولذلك يعني حتى بعض الذين يبحثون عن الوجهة للدنيا يتركون حتى الاعتزاز بالاسلام يتركون الاسلام من باب الوصول للوجهة وهذه فتن والعياذ بالله شديدة فاقول عندما يكون الامر كذلك فتشبث المسلم بدينه وتركه هذه الاعمال كلها واختياره لله ولما عنده واعتصامه بالاسلام واعتزازه بكل هذا يعطيه ثواب الهجرة لان الهجرة في مضمونها لم تكرم لانها سفر من مكان الى مكان لا لا فما اكثر الذين يسافرون هجرة الهجرة لم تكرم لان انتقال سفر لا انما كرمت الهجرة واصبح لها مكانها واصبح يؤرخ لها تاريخا نحن المسلمين لانها انتقال نفسي وانتقال روحي وانتقال فكري يعني استبقال الاسلام على ارض الله عن طريق ان نكون نحن جسرا يعبر الاسلام عليه حيث يري ولذلك الحرب معلنة اليوم على هذه الفكرة تغيير وهذا الذي نشاهد في حال امتنا اليوم يعني انما تشوف حال الامة اليوم ما يضخف الاعلام ومحتوى الاعلام من محتوى هابط وتافه ودعوات الى التسفل الى منحدر الرذائل تسعى لماذا يعرض هذا كله امام امه مهزومة ليس لها اي صدارة في الامام يعني قد يفكر حيوان منتصر في ان يشبع شهواته لكن حيوان مهزوم لا يجري وراء شهواته على هذا النحو المسعور الاعلام اليوم كله يذب الله ما فيش اعتزاز بالهوية ولا بالقيم وهذا كله الذي ترونه هو امر مخطط له يعني تجد الرقصات والمغنيات هن المتصدرات وهن اصحاء اكثر اتباعا من التافهين والتافهات وهي اللي تتعضي رأيها السياسي والاجتماعي والثقافي والديني ويسألوا فيهن على اشياء ما هنش علاقة الا بهز الوسط وبيع العفة ما عندنش شي ثاني لكن بيجعلوهن ويجعلوا امثالهم قدوات للمجتمع ولذلك يقول هناك حرب جلية وخفية والخفية منها اكثر من الجليد ضد الاسلام وضد افكاره وضد وسائله وضد دعوته وحملته وتشويههم ولذلك لابد ان نفهم حقيقة الصراع ونحن في مرحل التحول ويعني في عام جديد لابد ان ندرك حقيقة ما يدار لنا وما يخطط لنا يعني ترى بعض القوى اليوم تحارف في الدين حتى باسماء اسلامية في وسائل من الاعلام وظهر ما عندهمش دين يحاربون الاسلام بضراوة ويشككون في مرجعيته ويناقش في قطعيات الدين بخبث ودهاء لكن للأسف المدافعون على الاسلام يعني جبهة ما تزال ممزقة ولا تزال قواها ضعيفة وبأس بينهم شديد ويشتغل بمعارك لا قيمة لها اما الذي يعني نبغ وعند قدرة وكذا فهو يعني مقيد مستضعف لا حول له ولا طول وربما يهجر او يهاجم او يحبس او يقتل ولذلك نقول الهجرة هي ميلاد جديد للأمة حتى ان المسلمين جعلوا تاريخهم متعلق بحدث ضخم يحمل في طياته التغير الهائل لان بعد الهجرة تحولت الأمة من الدفاع الى الهجوم وانطلقت عالمية الرسالة لم يجعلوا متعلق بشخص ولا بوفاته ولا بمولده انما جعلوها بحدث ثابت متعلق بالرسالة الخالدة وهي القرآن وهديه صلى الله عليه وسلم ولم يجعلوه متعلق بشخصه لانه شخصه عليه الصلاة والسلام ان يؤدي الرسالة وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلي يضر الله شيئا وسيجزي له الشاكرين فالتعلق بالقيمة وبالرسالة هذا دأبك المسلم هذه الدروس التي نقف والمحطات ونحن نستقبل العام الجديد نسأل الله سبحانه ان يجعله عاما مباركا فيه عز وسؤدد ونصر للامة وتغير حال الى افضل احوال التقيكم في حلقة جديدة باذن الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك آتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة